اهلا بك في حلقة جديدة مع اتعلم مع العسال وفي الحلقة دي يا سيدي هنشوف مع بعض الحلقة الخامسة في كورس التحليل البيانات بالاكسل وهنشوف خاصية مهمة جدا وقوية جدا وهي بتفيدك اوي 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 بالزادفة حيان بيانات كبيرة وخاصية هنشوفها دلوقتي النهاردة ونشوف زي نتعامل معاها وزي هي مفيدة جدا وزي نستغلها بشكل جامد اوي بس قبل ما نروح حابي اقول لك ان انت تقدر تاخد كورس التحليل البيانات وكمان عايز اقول لك ان دلوقتي على المنصة بتاعتي او على السايت بتاعي بقى فيه كورسات مسجلة في دلوقتي حوالي خمس كورسات مسجلة في الاكسل وفي التحليل المالي خش اتفرج عليهم هتلاقيهم في الكورسات المسجلة على الوبسايت بتاعي عالسال دوت كوم هتلاقي لينك بتاعه تحت في الدسكريبشن فالله بينا هدراتي نخش على طول ونشوف ايه هنعمل النهاردة يلا بينا يا سيدي نكمل المسيرة بعد اللي عمدان المرة اللي فاتت تعالى نرجع كده تاني هو احنا في بتاعتنا في الجدول بتاع زي ده اللي كنا اعتبر شاهدين عليه طبعا دول برضو من كوريين طلطة هلين كل هم من الكوري لاحظ انت كل جدول اللي احنا خرجناه عن طريق موجود في شيط لوحده وهتلاقي ليه يعني هو بيتعمل بيتعمله باسمه وبيفيل اللي جاية من بتاعته فهتلاقي نفس الكلام اللي هو الجدول الاعتبر الاساسي بتاعنا اللي فيه او فيه العمليات بتاعت الطلبات كلها فتعالى نعمل للكوري ونرجع تاني للباور كوري بتاعنا علشان خاطر نكمل المسيرة بتاعت الكلام ده فنعمل كده عشان آآ نكبر او كده كبير اوزع احنا شفنا شوية حاجات لطيفة وشفنا ان احنا نعمل طيب في بقى حاجة قوية جدا دلوقتي اللي انا بقول لك عليها دي وهي حتة اللي احنا نشوفها النهاردة في الحتة دي بزيتها القوية اللي انا عشراحها نهاردة بزيتها القوية ان انت تقدر تعمل تحليل جوه احنا مرة فتشوفنا ازاي اندك تعمل عمود جديد بناء على العملية زي ما احنا عملنا في العمود دوت لما طلعنا العمود بتاع نتيجة العملية حسابية وعملنا نسبة نسبة المرتجعات والكلام ده كله دلوقتي احنا عايزين ان احنا ايه ان احنا نعمل جدور جديد بس الجدول يهنعمله ده ت estabanبارة عن عن بناء على حاجة اسمها او اكننا بنعمل حاجة اسمها دي تسامل الزيشن او بنسامل البيانات طيب هو ايه لازمة الحوار دي بالنهاس que اللي ما احنا ممكن نعمل الكلام ده ده ب съيبيل او ممكن نعمل الكلام دة اي نروح انا نطلع البيانات ااخدها على الbeat ونعملها هقول لك ممكن تعمل الكلام دة با فيش اي مشكلة خلصة بس فيه مشكلة واحدة او في حاجة واحدة في القصة دي. ان 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 مستو عن العادي الجاد والاكسل العادي ان يقدر يهندل ملايين الروز. يقدر يهندل ملايين الروز او ملايين السطور من غير ما يتعب. وده لما انت تيجي تبص كده اصلا هو عادة لما انت بتيجي تسكرول تحت لاحز هو هنا او يعني يقول لك ايه هو مطلع لك تسعمية تسعة وتسعين كولم بس او هو هو ميدي لك الف سطر بس من البيانات. طب هو السؤال ده ليه? عشان خاطر هو لو اعملك لود لكل البيانات هيتقل الليلة. دين هتتقل منه. فهو بيدي لك ايه عينة كده? انت تشتغل على العينة دي? بتطبق عليها? هو بياخد بقى انت بتعمله على العينة ويروح يعمله على تسطور كلها. البيانات بتاعتنا دي فيها حوالي تسعة تلاف وكسر سطر. حوالي تبنى تلاف تبنى تسعة تلاف سطر. طب فنفترض نفيها مليون. فهو اكيد مش كل حاجة انت هتعملها هنا يطبقها على مليونه مرة واحدة هي تقل لك الدنيا وهيعطل لك الدنيا. لكن انت هنا بتعمل العملية على السامبل لالف رو وبعد ما بتخلص شغلك وبالتست وبتعمل كل حاجة لما بتيجي بقى بتسيف زي ما احنا بنعمل كل مرة ان احنا بنعمل فهو بيقلب بيقفل الكلام دوت ويطبق الكلام اللي احنا عملنا ده على كلها ويطلع يعمل لها فالباور دي قويته الجامدة جدا. فتعالي نعمل تست كيه دلوقتي على حتة الايه? حتة دي دي زي ما قلت لك يا ايه تشتغل شبه شوية. يعني على سبيل المسال انا مسلا عندي هنا مسلا وساب كاتيجري هنا مسلا تكنولوجي مش عارف ايه وجوه كل فيه ساب كاتيجري دوت فيه منتج ففي في اللي هي الحاجات بتحط فيها الكتب وده نوع منتج واحد اسمه ايه باش انا مسلا عايز احسب ايه انا عايز اشوف متوسط المبيعات او اجمال المبيعات بتاعة الكاتيجري بتاع او بتاع كل من دول عايز اشوف ايه متوسط المبيعات او اجمال المبيعات هعمل الكلام ده عن طريقنا نروح وهروح دايس على جروب باي هنتدوس على جروب باي يعني عندك عامل هنا انتnين جروب باي واحدة دي اه دي هنشوف انا اول في سبع مثال على سبع وبعد كاس انا شوف في abi معاقAut промى فهو هنا هلاحظ ان انا كنت واقعب اصلا على عامود الكاتيجري فبيقول ل�με انت عايز تجروب باي الكاتيجري لاحظ ان انا ما دوس هنا اصلا كل الاعمده بتاعتي اللي في الجدول بتاعي موجودة كل الاعمده ايه موجودة بس انا ايه احنا اخترنا زي ما احنا. طيب هيقول لي طيب العمود الجديد اللي هتعمله ايه? تقول لي ايه ده عمود احنا مش هنعمل جدول جديد او حاجة او نجروب بحاجة دي ده. هقول لك اه بس اتقل معي بس. فانا هقول له اه هيبقى اسمه اه هنسميه او ممكن نسميه على حد ابدأ بنتعي. طيب العمود دوت احنا هنعمل عليه وانا هنعمل ايه عملية? ايه نوع العملية? هتلاقي العمليات بتاعتنا? هنا فانا هقول له اجمع. هيقول لي طيب احنا هنجمع عنه فقول له انا هجمع انا عايز ايه? البيانات. اللي هيوره انت بتعمله ده كده لو انت معي في الاكسل من زمان او معنا من زمان هتعرف يا سيدي ان اللي احنا بنعمله دوت حاجة كده شبه لايه? هجينا انا بنعمل معادلة او هجينا انا بنعمل انا مش عارف اوصل للسيلز وانا انا مش شايفها اه السيلزة هاي مش انقاطر يعني يعني الكبير فهو مش عارف اجيب كل حاجة في الاخر تحت. فجيبت السيلز. فانا هقول له هتعمل لي لكل كاتيجري يعني هتاخد عينة من كل كاتيجري. من اللي عندنا دول. لح انت فيه متكرارات. وهتجمع لي واعمل عمود اسمه سيلز هتعمل عليه عملية جمع لمين للمبيعات. وهدوس اوكي. هتلاقي راح عمل لك دعنا نبص على كده هتلاقي راح عمل لك هنا ايه? عمل لك كده قال لك عمل لك وراح مجروب لك قال لك والله انت بعت منها سبعمية واحد واربعين الف وتسعين ستعة وتسعين بعت منها سبعمية وتسعاتش الف ولا دي واحد سمين الف او سبعمية وتسعاتش الف تكنولوجي دون مائسة تلاتين الف فانت عملت عملت لالحاجات اللي في الاردر بتاعك فانت قدرت تتفرج. تقدر تقول ان دي حاجة كده يعني لو انت لو انت فهل ليك في لو انت مسلا عارف او او ناوي تخش فيه فهو اللي احنا عمل لها دي كلها او كل بنعملها لحد النهاردة هي بتتعمل سواء على او سواء على كلهم بيعمل نفس الحاجة. يعني انت لو ما بتتعلم التحليل اللي اعزو لك حاجة. لو ما بتعلم تحليل البنات على ال بالطريقة اللي بنعملها دي على حرفيا انت لو فهمت او الفكرة الفكرة دي على اي حاجة. هيبقى مجرد بس انك بتتعلم التول. اداة. اداة جديدة بس. يعني بدل ما انت بتقول الباور كويري يعمل لي بتدوس هنا على فساعتها انت وقدر تكتب من كزا مش عارف وير كزا كزا كزا. هي نفس الفكرة. في نفس كله نفس الكريم. لكن هنا ميزة ان هو معتمد على اكتر. يعني بتدي لك كل حاجة قدامك طب تدوس عليها وتعملها. فهي دي دي قوة او قوة تحديدا يعني. فاحنا كده اي انا شفنا الموضوع دوت وتفرجنا عليه. نقدر بقى نعمل عالكلام دوت اي عملية تانية اي حاجة تانية زي اللي احنا عدين نعملها نقدر نعملها. بس لاحز هوا كده راح قال لك. هو كده عمل للروز دي. يعني للروز دي تعمل ان الدنيا هنا تعمل لها خلاص. يعني عايز تطلع انت الكلام ده بقى تجنريت الكلام ده وتطلعه. واتطلعه جدوى لو تتبعاته تروح عامل ومخرجه ممكن. او لو انت بقى عايز تمسح لاحز كل دي احنا عملناها قبل كده. اللي احنا عملناها في الحلقات اللي فاتت كلها. فانا ممكن هنا اقول له ايه? اقول له لا يشيل لي. لا خلص انا شيل الروز دي. مش هتلعها. فانا يعني هخرج الروز هرجعها فارجع تاني للدنيا بتاعتك زي ما كانت. طيب فاحنا جاء شفنا الشكل آآ للجروبين. بتاعنا نجرب نجروب بال بالادفانست. الادفانست جروبينج هيبقى عبارة عن ايه? فانا هاجي مسلا هنا آآ انا عندي هنا اللي نرجع تاني لحاجتنا فين والكاتيجري او. فانا عايز مرة اللي بقى هعمل يا هاجي بالكاتيجري. فانا عايز اشوف اجمال المباعات بتاعت كل بس يكون جواها كل يكون جواها كل تقول لي يعني اقول لك يعني زي ما زي ما هتشوف دلوقتي كده. هقول له هوافع كاتيجري واقول له وهختار فانما اختار ادفانست اقول حاجة عندي كاتيجري. هقول له اديني يعني بعدها. وفي بعد الكاتيجري هختار الايه الساب كاتيجري. فانا كده عملت الكاتيجري واراها ساب كاتيجري. وهسمي دوت العمود ده سميه يعني انا كده عندي الجدول ده حبارة هيبا عندي عمود اول عمود في الكاتيجري. تاني عمود هيبقى فيس ساب كاتيجري. بعد كده هعمل العمود جديد اللي هيبقى فيلي عملية بقى اللي انا بجروب بيها. فهقول له او سام اي حاجة وهقول له ان ههاعمل عملية جمع. وهعمل عملية جمع المين? هنزل تحت ايقدة سيلز اهي. وممكن. اضيف تانية. يعني انا عملت السم انا ممكن اضيف حاجة تانية. ممكن اضيف عمود تاني وهقول له متوسط ان ما بيعاد. وساعدت احسب وهقول له برضو حسيب لي. وممكن اضيف بقى زي ما انا عايز يعني. انت اضيف زي ما انت عايز. وممكن اقول له اضيف تاني. اجمالي الكمية. وهقول له ساعتها تجمع وهتجمع كانت في اخر الخط ايوة. فانا اخترت ووراها يعني هو بياخد عينة من الحقيقة يعني بياخد عينة من ويجرب عليها. وبعد كده ياخد عينة من ويجرب عليها وهكذا وهتشوف المسال قدامك دلوقتي. وهدوس اوكي. هتلاحز ايه معلم. قال لك بس هتلاحز فيه تكرار. فتعال يعني نعمل للكلام ده كله بالكاتيجري فهاجي هنا كده وهقول له صورة ايه الموضوع ده اه من الصور الكبير. فهتلاقي كل ودي كل الحاجات اللي فيهم يعني هنا هتلاقي ايه. بعد كده بكل اللي جواها. بعد كده بكل اللي جواها. هنا بقى. اجمال المبيعات لكل جوا ده. اهو. بعد كده متوسط المبيعات لكل جوا ده. بعد كده اجمال الكميات اللي اتبعت ككميات بقى لكل كل حاجة من ده لكاتيجري ده. فانت عملت الى وخرجتها. لو عملنا كده احنا بقى نجي هنا نعمل نقول له يعني يما اجي من هوم اقول له اند لود. فهيروح ميسيف الكلام ده وقت بقى ليه بيسيف لنا دي كده وهتلاحز الجدول بتاعك تم اختصار. البيانات داتك تم اختصار. طب ايه قوة الحركة دي بقى? كل ما هتابديت. يعني كل ما يجي لك ابدات جديد للبيانات. او كل ما تتابديت او تعمل تعمل لها او يتضاف حاجة في الاصل بقى مش احنا كنا جيبين الديتا دي اصلا من جدوى من آآ شي التاني اصلا اللي احنا بتاعنا. فكل ما الديتا دي تتعدل هيروح نزلك الكلام ده يا باشا هيتعامل لو اكل ما تعمل ريفرش او دي نحصل فيها ريفرش هتلاقي السامري اللي انت عامله دوت بتعمله ريفرش اوتوماتيك. فانت كده يا سيدي طلع تقدر تعمل سامري للديتا باستخدام بمنتهى السهولة. والده اللي بيخرجك بره حتة ان انت بتستخدم كمية دي ترهيبة جدا جدا جدا. انت مش قادر انك تعمل لها سامري هنا الدنيا معك هنا ايه بتحلك القصة دي وهتلاقي هنا ايه اخر حاجة اللي هو فانا لو انا بقى مسحت الكلام ده مسحت مسحت فكده خرجت برا الموضوع وخلصت الدنيا واحنا كده تقعد بقى تقدر تعمل بقى وتحليل زي ما انت عايز شوف مسلا اه اجمالي المبيعات لكل منتج اه اجمالي لكل منتج متوسط مش عارف ايه ايه قعد بقى اعمل كل الكلام ده على الحاجات دي بمنتهى السهولة. هتمنى الحلقة دي النهاردة ان شاء الله تكون عاجبتك ودرت انك سفيد منها بشكل كويس والكورس ده هيساعدك بشكل كبير جدا انك تحط اساسيات محل البنات في دماغك ويساعدك متحرك لقدام فلو عجبك الفيديو وعجبتك القناة تسبساش تعمل وتعمل للفيديو ونشوفك ان شاء الله على خير كل يوم سابت وثلاثة ساعة تمانية وتويط مصر مع اتعلم مع العسان